بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الجنايات الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة وتنقسم إلى أولا جناية على النفس ثانيا جناية على ما دون النفس ألف بالجرح وهي الشجة على الوجه والرأس وجراح سائر البدن با بقطع طرف جيم بإبطال منفعة عضو القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها العمد العدوان وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والديه لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي متفق عليه الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا الثالث الخطأ وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب ففي الأخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل وهي عطق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والدية على عاقلته وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها شروط القصاص في النفس أولا أن يكون القاتل مكلفا ثانيا أن يكون المقتول معصوم الدم ثالثا التكافؤ بين القاتل والمقتول فيساويه في الحرية والدين رابعا عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل شروط استيفاء القصاص أولا كون مستحقه مكلفا ثانيا اتفاق الأولياء على استيفائه ثالثا أن يؤمن عدم تعد القصاص إلى غير الجاني أقسام القتل الثلاثة وأحكامها أولا العمد فيه القصاص وفيه الدية على القاتل ويكون بقصد من القاتل وفيه الدية المغلظة وفيه إثم عظيم ولا كفارة فيه ثانيا شبه العمد لا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة ويكون بقصد من القاتل وفيه الدية المغلظة وفيه إثم وفيه الكفارة ثالثا الخطأ لا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة ويكون بغير قصد وفيه الدية مخففة ولا إثم فيه وفيه الكفارة قاعدتان في الديات أولا كل عضو أشل فليس فيه دية بل فيه حكومة إلا عضوين وهما الأذن والأنف ثانيا كل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن لأن الأنف والأذن جمالهما باق ولو شلا والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين أي الخصيتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل ولا فرق بين السن والدرس وفي الموضحة خمس من الإبل وفي كل حاسة دية كاملة كالسمع والبصر والشم وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه أبو داود بعض أنواع الجراح أولا المأمومة هي التي تبلغ جلدة الدماغ المحيطة به ثانيا الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف ثالثا المنقلة هي التي تنقل العظم من موضع إلى آخر رابعا الموضحة هي التي تخرق وتكشف العظم أعضاء جسم الإنسان تنقسم إلى ما فيه منها أولا واحد مثاله اللسان حكمه فيه الدية ثانيا اثنان مثاله العين حكمه فيه مدية وفي إحداهما نصفها ثالثا ثلاثة مثاله الأنف فإن فيه من خرين وحاجزا حكمه في ثلاثتها الدية وفي أحدها ثلثها رابعا أربعة مثاله الأجفان على العينين حكمه في كلها الدية وفي أحدها ربعها خامسا عشرة مثاله أصابع اليدين حكمه فيها الدية وفي أحدها العشر ويشترط في وجوب القصاص أولا كون القاتل مكلفا ثانيا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد ثالثا وأن لا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد رابعا ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين خامسا والأمن من التعدي في الاستيفاء وتقتل الجماعة بالواحد ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء بعض ما جاء في قتل النفس أي الانتحار قال عز وجل وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجه البخاري وأكثر الانتحار من اليأس والقنوط قال عز وجل وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ بعض ما جاء في قتل الكافر معصوم الدم أي الذمي والمستأمن والمعاهد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أخرجه البخاري وقال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة أخرجه أحمد والنسائي وقال أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا أخرجه ابن حبان أقسام العهود مع الكفار أولا عهد استقاموا فيه فنفي لهم به قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ثانيا عهد نقضوه فلا عهد لهم قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ثالثا عهد نخاف منهم نقضه فنرده عليهم قال تعالى وإما تخافن من قوم قيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين